زاد سعر الأعلاف بنحو 100 دولار للطن الواحد فاد إلى ارتفاع جديد في أسعار منتجات الدواجن واللحوم في تونس يقول هذا التاجر أن ربحه صار مهددا في ظل تدهور القدرة الشرائية للزبائن يزيدوا في كل شيء أحنا بيضا ما يساعدناش علش ما يساعدناش مع المواطن معنا المواطن ما عاش ينجم يشري تولي تيح الخدمة مدام الزيادة قاعدة تزيد وشهرية المواطن قاعدة في بلاستها مش قاعدة تخلت الشيشة على الزيادة مدام ما مدشت البلاد يكيفالورا فهمتني؟ مدام ديما المواطن المسكين تلقاه يلقف بالروح الاتحاد التونسي للزراعة والصيد البحري دعا السلطات لمراجعة كلفة الانتاج الزراعي في البلاد في المقابل نفت الحكومانيتها رفع الأسعار وتعهدت بتجديد مراقبة المحتكرين والمضاربين على السلع والأسعار بينما دعت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك المواطنين إلى مقاطعة الصلع التي تشهد زيادة غير مبررة في أسعارها مقاطعة يقاطع البذائع التي تشهد ارتفاع غير مبررة كذلك يقاطع البذائع التي تعتبرها غير ضرورية المواد الغير ضرورية ماذا بين يقاطعها لأنه يفضيها للضروريات خاصة أنه نعرفه مساريف التداوي المرتفع مساريف قراءة الأبناء معناها الدراسة المكلفة في تونس في الأثناء لا تزال المفاوضات الاجتماعية بين حكومة نجلاء بودن والاتحاد العام التونسي للشغل متعثرة بشأن الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام تعثر يفاقم وفق متابعين تأخر الحلول الممكنة للأزمة الراهنة الوضعية صعبة ما هو الحل في هذه الوضعية هو بكل بساطة الحوار يجب أن يكون هناك اتفاق اجتماعي اقتصادي على ماذا تعانيه تونس واتفاق اقتصادي اجتماعي على ما هي الحلول بالنسبة للمرحلة القادمة وليجب أن يتم الاقتصار على حلول لسنتين أو ثلاثين وارتفعت نسبة التضخم في تونس وفق المعهد الوطني للأحصاء في شهر أبريل إلى 7.5% مؤشرات يحذر مختصون من آثارها على استقرار الأوضاع الاجتماعية في المرحلة المقبلة رغم جهود الحكومة التونسية للتحكم في الأسعار وإنعاش الاقتصادي لأن استقرار الأوضاع الاجتماعية بات مرهونا وفق مراقبين بحظوظ نجاح المفاوضات الاجتماعية في الفترة الراهنة جلال الموانع الحرة تونس